أهلا بكم عواقب وخيمة ستترتب على الدول المساهمة في تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة تحذيرات أطلقتها وزارة الخارجية الروسية بعيدة إعلان حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي زيادة إمدادات صواريخ الدفاع الجوي ومضادات الدبابات لأوكرانيا فما هي أبرز هذه الأسلحة؟ في المناطق المحاصرة تستخدم القوات الأوكرانية أسلحة عديدة لردع القوات الروسية من تنفيذ إنزالات بالطوافات العسكرية وأهمها صاروخ ستينجر الأمريكي هذا الصاروخ يضرب أهدافا جوية على علو منخفض ويصل مداه إلى خمسة كيلومترات يبلغ طوله مترا ونصف المتر بقطر يبلغ سبعة سنتيمترات أما رأسه الحربي فيبلغ وزنه ثلاثة كيلو جرامات ووزنه الإجمالي خمسة عشر كيلو جراما فيما يبلغ سعره ثمانية وثلاثين ألف دولار صاروخ جفلين أو جزار الدبابات كما يطلق عليه صاروخ أمريكي مضاد للدروع يمتلك قدرة قتالية قليلة نسبيا لكنها تميل إلى أن تكون فعالة وسهلة الاستخدام يوجه الصاروخ بالأشعة ما تحت الحمراء ويتتبع هدفه من خلال الحرارة المنبعثة منه ويصل مداه إلى خمسة كيلومترات فيما يبلغ طوله مترا بفاصل اثنين ويزن اثنين وعشرين كيلو جراما ويبلغ ثمن الواحد منها نحو ثمانين ألف دولار صاروخ تاو الأمريكي تحقيق الإصابة به يتطلب متابعة يدوية منذ الانطلاق حتى إصابة الهدف ويمكنه اختراق درع معدنية قد تصل سماكتها إلى ثلاثة وأربعين سنتيمترا يبلغ مداه أربعة كيلومترات طوله متر بفاصل ستة عشر بقطر يبلغ خمسة عشر سنتيمترا أما وزنه فيبلغ نحو تسعة عشر كيلو جراما لا يخفى مسار هذه الأسلحة الفتاكة عن عيون الاستخبارات الروسية تؤكد موسكو أن القوافل هذه التي تصل إلى أوكرانيا عبر معابر حدودية ستدمر بصواريخ عالية الدقة ترجمة نانسي قنقر